نحن باليوم الثاني من الأسبوع ألم رأتنا يسوع المسيحي متسكرين أو كل يوم عم نتسكر شو احتملوا كرماننا وشو قاصة وتحمل من ألم وعزاب وزلم وإهمال وعار واحتقال وموت على قول الصليب في سبيل خلاصة إن ألم المسيح وموته الدليل الآظم والأوضح عن محبه الغير محدود لإلا في سبيل خلاصة تألم وفي سبيل خلاصة احتمل جيد أنواع العزاب والإهمال وفي سبيل خلاصة مئ على الصليب كأبر أو كأقدس مجرد بين الصين وهل من حب أعظم من أن يبسل الإنسان نفسه عن من يحب؟ أختي كان بمجدوره كان بإستطاعة المسيح أنه يخطصنا من دون أنه يتعسل ومن دون أنه يتعلم ومن دون أنه يصل كان بكفيه أنه يريد لحتى مخص ولكن محبه لأنه أبت عليه إلا أنه يظهر لأنه بأبلغ نوع وأسمى دليل وليس فوق العزاب والألم والاحتقال والموت دليل على المحبة فمن يحتمل في سبيل من يحب ومن يضخي بنفسه ليسلم غيره الآخر بتكون محبته بلغت أعلى أقصى درجة الحب فلا أسمى منها ولا أعظمه وهذا يكفيه عمل صنع معنا المسيح لما تقلم وتعصى وباء من أجمعه المسيح فضت خلصنا بالعزاب والعزاب الشهيد الشبيد والموت المريع على الموت الصديق لتكون ألاه الشبيدي الدافع الأقبر والجازب الأعظم إليه ففي ألاه وموته من الجازبية إليه أقوى مما في الكون كله من الجازبية وفي ألاه المسيح وموته من القوة ما يحطم كلكم الشر الموجود الكائن في طلب الإنسان الخاطئ من المستحيل على الإنسان الخاطئ أنه يبقى بعيداً عن المسيح إذا ما أمل بألامه وعزابه من المستحيل على الإنسان الفاتر أو الرهن أو المكرس أنه يبقى بفطوله إذا ما أمل بألام المسيح بش ممكن بالمستحيل أنه تتأمل بألام المسيح وتبقى مثل ما أنت ومن المستحيل على الإنسان الطاب أنه يبقى بضلاط إذا ما أمل بألام المسيح ومن المستحيل على الإنسان الكافر أنه يبقى بكفره إذا أمل بألام المسيح ألام المسيح وموته شققت الصخور بالترقل وخسفت الشمس فهلطلب الإنسان أشق قصرة من الصخر؟ في ألام المسيح قوة إلهية بتخلص الإنسان من الشر إلى الخير ونار سبوية تلتهم الفطور وبتوقض المحبة في القلوب المتنجة لحتى تبلغ أسمى دلجاب الحرارة ونور إلهي ينير الضالي ويهدي الكافرين اسمها الألام هيدا بيخل المسيح يتمنطق في عاصم قوة بألمه وإيراده فبيخلع عنه الإنسان العديد، إنسان الخطايا والإحباد والفطور وبيحطم بسلاسل العداة الشغيرة ويلمي كبر إيراده في الشر بنتنفذ انتفاض الأسد بكوة وشهيمة ليسير، لينشي وراء المسيح حاملا صليم بفرح بيتعذب معه في هذه الحياة ليسعد معه كالآخر اسبوع الألام بيدفع الإنسان الخاطئ إلى كمسة اعتراف ليخرج منه ضاراً نقياً فاضماً أهلاً لأن يعيد رعي قيامة المسيح بتناهر جسده ودمه المقدس متمماً في الصحو الحقيقي اسبوع الألام هو حمال سماوي بتحمل فيه المسيحي غاسل كل خطايا نفسه لا تقود بهية كالشمس جميلة كالقمر فلا أطهر منها ولا أجمل ولا أبتع أختي فيه ألام المسيح حلامة بتحلي مرارة الحياة وصبطها ألام المسيح تشعر بالإنسان المسيحي يحب الألام بيستغذبها بيشوف فيها حلامة المسيح ومعزوته وبيعرف أنه فيها وبها واحدة بيصير شبيها بالمسيح المعصر المتألم المتألم بالشوق الحامل الصديق فتشمعاً بالمسيح والضاعباً له بيحمل صديقه كاليوم المسيحي وخاصة الهكرس والمنتزم روحياً بيحمل صديقه بفرح وسلوح ويسير مرارة المسيح مباريماً له أنه بيحبه من صبيب القلب فلا يخاف برداً أو حراً ولا مرداً أو ألماً حسب أن يكون كالمسيح متألماً حتى يكون سعيداً ومسكوراً ألام الحياة وعذابة هي لنهم عزوبي وحلاوي بيفتحنا صدره بيستقبله أهم الاستباب على الصديق وأكبر نهمه بها ينقى نفسه وبنقى ألمه وبيبقى زالة القنوز الأباتية عن أبيه السماوي بها يعرف زقوداً في سلم المجد السماوي والسعادة حتى أعلى السماوات النفس المسيحي بتقول المسيح من الرعاة أن أكلم رأسي بالأزهار ورأسك أكلم بالشعود من الرعاة أن أسرب وأتلسز وأيت نفسك حزين حتى الموت يا ألام المسيح ما تسكي وما أعظمك يا أكلي رأسي المسيح الشابت كل رأسي ستاجاً يحويه من المفقار البديئة والخيالات الشغيرة ويا المسمير يدي ورجدي سمني يدي ورجدي في الخير والصلاح والققوى والقداسك ويا حرب طعناً قلب المسيح ألا طعني قلبي بنار وحبه واجعنيه لا ينضب إلا حبه منه ويا مجال الجسد الطاهر قدسي جسدي واحفظيه حيكلاً لله مقدساً بعيلاً عن كل فعل المليك ويا دم المسيح المتصاكد من رأسه المقدس حتى أخمس قدميه اغسلني طاهرني قدسني ويا قلب المسيح المفتوح بالحرب اسمح لي أن أدخل إليك وأقيم فيك مدى الحياة فلا ألس منه مسكناً ولا أقص منه مكاناً فأحبك وأحبك إلى الأمل هذا يدد من لنا أن الجميع محذر أسبوع ويوم السجود للصريق المقدس حمل الصريق واتباع يسوع لنصل جميعاً للقاب المسيح ونحن نمتصرين بنعمة الآب والإبن والمحدس أمين